اه مشاهدين اوفياء اه على بركة الله اه مشاهدين اه شوف تيفي انما كنتم داخل وخارج الوطن اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة اخرى من هنا من اه داخل المجلس مقاطعة سيد بليوت بالضبط من مكتب رئيسة المجلس اه بلاشك اليوم اه بعض اللايبات اللي تم تداوديا لهم اه عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي وبعض القناوات الاخرى كان جلسة اليوم اه كانت جلسة ساخنة بزاف خصا انه ولا عرفنا الجلسة الاخيرة الي هذه زيد من اه او اربعة ايام كانت جلسة تتوقفت بسبب عدم اكتمال النصاب فاليوم اه كان اكتمال ذي النصاب كين بعض الاطراف اللي كتقول النصاب بالنستعملش كين العديد من اه القاوين حول هذه الجلسة اللي وقعت اليوم الجلسة ساخنة بكل ما تحمل الكلمة معنا معنا اه رئيسة مجلس مقاطعة سيد بليوت سوف نقول لها على الأسباب التي خلت هذه الجنسة اليوم ساخنة بهذه الدرجة السلام عليكم أستاذي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ماذا نجاوبك على سؤال الأجواء اليوم من عقدات الدورة شهر يناير باكتمال النصاب ديالها الحمد لله طبقا القانون كان بعض المستشارين اللي كانوا يعني غير مقتنعين بهذه المسألة هذي ومسائل أخرى والشيء اللي جعلهم أنهم ميترقوش الموضوع الأساسي والنقاط ديالج دول الأعمال ديال هاد نهار هادا والهي كتهم الساكنة بشكل مباشر خصوصا وأن الدور هي للسقوط وطرات المعماري المعظم ديال هكين هنا يفترى بجاسي دي باليوت إذن للأسف ما قدرناش نتطرقو لهذه المسائل هادية بحكم أن بعض المستشارين رفضوا أن بعض المؤسسات اللي عند الإختصاص بهذه المجال أنها تلقي العروض ديالها ونبدو في النقاش ديال هاد المواضع هذي إذن بالنسبة للأجواء ما عنديش زع ما واحد الجواب اللي هو صاريح ولي يمكن لي زع ما نهضر بإسم هاد الناس هادول لي مخلوش دورة دوس في أجواء سليمة دينا بالنسبة لي بعض الأشياء عادية يعني عادي كين انتقادات وكين نقاط نظام وكين بعض الأشياء اللي كيتطرقو لها المستشارين في محلها وهم مشكورين من هاد المنظر وكين بعض الأشياء اللي للأسف ما كدخلش في النطاق ديال المناقشة ما كدخلش في النطاق ديال تسير المقاطعة وهذا واقع ما عندنا من ديروا لي كان واحد جدال حول اكتمال نصاب من عدم اكتمال ديال السيد الرئيسة كيف تشوف؟ معلوم مكتمل احنا ما نقدرش نبدو الجلسة بدون اكتمال النصاب وإذن كان واحد الجدال كيتكلم على التوقيع ومن بعد بعض المستشارين هدروا على الحضور إذن لا من جهة ديال التوقيع إلا خدنا من هذه الجهة هذه ديال القانونية ديال التوقيع ولا من جهة الحضور راه كانوا الحمد لله كان نصاب مكتمال كنا فتحنا الجلسة بخمستاش زائد واحد ستاش العدو اللي كانوا وقعوا على الحضور ديالهم وكانوا حاضرين ومن بعد منين فتحنا الجلسة لتحقبنا مجموعة من الأداء أخرى لكي نصبح هدرين ديال المقاطعة إذن هذا الحضور هذا إجباري وقبل البداية في الأداء كي يتفضلوا بالتوقيع على الحضور ديالهم في ورقة الحضور كان ليمتنع ولكن هذا ما كان منعش أنهم حاضرين وشاركونا في النقاش وشاركونا في مجموعة من النقاط أصلا هم الوحيدين اللي يمكن هضروه في ما بين باقي المستشارين إذن باقي الأجواء كانت عادية باقي الأجواء كانت عادية في نطاق العمل اللي كان عملوا به إذن عادي كأن بعض النقاط اللي ما كانوا كنوش متسافقين عليها وهذا هو الدور ديال المجلس أننا نقشو ونهضرو ونقولو وشنو هم الأشياء اللي خاصنا نهضرو عليها خصوصا وأن المستشارين والأعداء الدور ديالهم الأساسي والدور ديالهم يعني حصريا في المقاطعة هو الاستشارة خلال الليجان وخلال الدورات وإلا كانوا كيقوموا بالدور ديالهم إذن هذا أمرهم مشكورين على هذا المنظر شكرا سيد الرئيسة كانت ميوك توفي شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أكيد كيفما قلنا كل المسائل درجة الفوضلة خاصة بقاطة هي مصلحة ديال المواطن شراب مقاطعة سيد بلود شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا